اشتركوا في القناة مدافعاً عن أوكرانيا اعتقله الغزاة خلال إحدى الاحتجاجات وزجوا به في السجن جاء أربعة مسلحين واقتدون إلى السجن قالوا إن هناك ثلاثة شكاوى ضد التدريس بلغة أوكرانية والمشاركة في احتجاجات الميدان وترويج المخدرات كان تراس محظوظاً فقد أطلق المسلحون صراحه لينجز وثائق ابنه المولود حديثاً الذي كان عمره ثلاثة أيام فقط بفضل ذلك استطاع الرجل الفرار وضعنا في حقيبة الظهر الحفظات وكان ما هو ضروري جداً واختبأنا عند أصدقائنا الذين نقلونا لاحقاً إلى محطة القطارات وساعدونا على الرحيل هكذا انتقلت الأسرة إلى الفيف سافر التراس بعد ذلك عدة مرات إلى دومباس كمتطوع ساعد الجنود على الخطوط الأمامية وهناك في الخنادق واصل رسم اللوحات في وقت الفراغ هذا عندما كنت على الجبهة في بيسكي في السطرة الواقية والخوذة جلسنا ورسمنا هكذا بدت الكنيسة في عام 2015 هي اليوم مختلفة تماماً اذ دمرت القباب وبرج الجرس بالكامل تقريباً في البداية كنس تراز شوارع الفيف من أجل إطعام أسرته حتى أن سمع مدير حديقة الفيف بقصة الفنان ابن دونيتسك وعراض عليه وظيفة في تخصصه وجدته اشتريت لوحة منه علمت فيما بعد أنه محتاج ويكنس الشوارع وأنا لديه طفلان صغيران فقررت أن أساعده لأن هكذا رسام يجب أن يمسك فرشاة في يده وليس مكنسا بفضل تراز تحولت الجدران الرمادية في حديقة الفيف تدريجياً إلى عمل فني حقيقي أبهر السكان المحليين جميل جداً كان هذا الجدار سابقاً متقشر ويبدو الآن جميلاً لقد اختيرت تلك الألوان الهادئة ولقد أعجب ماركيانا بها كثيراً نتفسح هنا دائماً كان المكان هنا رمادياً وحزيناً ومأساوياً صار الآن جميلاً للغاية يمكن للأطفال أن يتعرفوا على التاريخ الأوكراني من خلال الرسومات يطمح الفنان لإنشاء مدحف للوحات عن الحرب الروسية الأوكرانية كما يأمل أن يرسم في يوم من الأيام على جدران مدينته دونتسك ترجمة نانسي قنقر